السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا ربي كنوا بألف خير النهاردة ان شاء الله هنقدم مع بعض كده يوم حلو هنعمل فيه اكلة جميلة وسهلة جدا طبعا زمانتو كده شايفين اول حاجة انا عندي صدور دجاجة ليه سليمة يعني مش بنيه يعني فانا قلت هعملها النهاردة كده ما شوية يعني محبتش ان انا اقليها والكلام ده كله فقلت يعني اعمل ايه حاجة كده مختلفة شوية اصلا انا اعملها على طول يعني فبس ايه تعمها حلوة قوية فحبت ان انا اعملها معاكم اه زمانتو كده شايفين فتحت كده الفراح عشان برضو ايه اه تستوي معايا بكل سهولة ودي الميت طبعا بصل ما بحطش بصل هو التفل البصل عشان ما يتحرقش مني طبعا وهنا معايا بابريكا وفلفل اسود وقرفة اه وجنزبيل وروز ماري وطبعا ملح طبعا كمية التوابي على حسب كمية الدلاج بتاعتك هقلبهم بقى كويس جدا بس الاول هضيف معايا باربيكيو حلوة جدا جدا بتغنيكي ان انت تحطي كاتشاب او صلصة اه او مثلا عسل نحل او كل الكلام ده الباربيكيو بتبقى فيها كل حاجة بصراحة طعمها حلوة او او الشاوي اه لو جربتها كمان في اللحمة المشوية او الفراخة العادية بتبقى حلوة جدا اه هنا وضفت عليها شوية طبعا خلي خلي طبعا انتو عارفينه او اللمون يعني بيبقى حلوة جدا اه في الشاوي يعني بيدي طعم حلوة او اه فانا دلوقت اضفت بس اخلي ما هحطتش لامون اه طبعا بقى هقلبها كويس اوي هخليها يعني تشرب تشرب كويس جدا من الخلطة او من السوس الجميل اللي احنا عاملينه ده اه وهبدأ طبعا ايه ابدأ في الواسبة يعني شوية ممكن مثلا ناسيبها حوالي كده نص ساعة او ساعة هي طبعا لو فلت اكتر من كتب بيكون احلى بكتير اه بس انا طبعا عشان يعني ايه ما كانش عندي وقت يعني اوي هنا بقى جيت حطت شوية زيت في الحل اشان عامل طبعا جنبها مكارونا اه معايا طبعا تفل البصل اللي انا حطت الواس المية بتاعته اه في الفراخ فطبعا ايه هعمله اه مع المكارونا بيكون حلو جدا جدا طبعا اكيد كلكم عارفين المكارونا اللي هي ببصل بتبقى حلوة قوي يعني كي بتعمها بيكون مية شوية هحمر بقى طبعا البصلية دي طبعا تحمر معاكي ما تبقاش بيضة عشان ما تخليش السلسة بتاعتك بيضة ولا طبعا تتحرق عشان ما تمررهوش يعني زي ما انتم كده شايفين اللون دا حلو جدا اه هو لون دهبي جميل جدا يعني حلوة قوي هنزل بقى بالطماطم بتاعتي المعصورة الطماطم دي اصلا كنت متسبكة في الفريزر يعني وفكت وانا ايه اه طبعا بتكون جاهزة معي هنا بقى لو انت عندك السلسة شايفها فتحة شوية ممكن تضيفي معلقة السلسة زي اللي انا هحطها كده اه ولو حمرة يعني حلوة استكفي بيها مش مهم معلقة السلسة عشان طبعا انتم عارفين السلسة والكلام دا كله بيكون في مواد حافظة واحنا عايزين نحاول نقلل الكلام دا خالص لولادنا هنا حطيت معلقة فلفل اسود وهضيف برضو شوية ملح بس كده مش اكتر من كده مش هحط بقى لاتون بودر ولا بصل بودر ولا اي حاجة من الكلام دا انا عايزة تعمل مكرون اللي هو العادي بتاعنا اللي هو الطبيعي يعني لحد كده من نعمله ههد بقى خارص شوية عالنار اه وثبت السبت بقى شوية مع نفسها هي اصلا كت متسبكة يعني شوية بس هي ايه هتخد وقت مع نفسها يعني وقت قليل مش كتير زب انتو كده شايفين يا داخلت خلاصة هي في التسبيكة هنا انا بفضي الصلصة بتاعتي في طبق وفي نفس الحلة هسلق فيها المكرونة طبعا حطيت فيها ميا اه غلية دلوقتي بضيف شوية زيت وهحط شوية ملح اه وهبدأ انزل بقى بالمكرونة بتاعتي طبعا انا النهاردة هعمل مكرونة بكتتي اه حابة ان انا يعني ايه اخليها كده بطولها يعني مش عايزة كسرها بصراحة اه وبس فانا هبدأ ان انا يعني اصلورها كده بطولها اه بنفس الطريقة كده هي اول ما بتحطيها في الحلة من تحت اصلا بتبدأ ان هي الدوب فالباقي كله معاك بينزل برضو يعني بكل سهولة بتلف بقى وبتستوي معاك وبتبقى زي الفل ما بتعجنش ولا اي حاجة خلصة شايفين اول ما بس بتنزل في المياه المغلية اه بتبدأ ان هي يعني ايه تلين معاك من تحت كده فا اول ما بتنزل بقيت المكارون بتنزل معاك عادي اه وبتتقلب بقى وخلاص زي ما انتو كده شايفين طبعا هفضل اقلب فيها كل شوية عشان برضو ما تمسكش في بعنا لغاية بس ما تاخد لها ايه غلوتين كتلاتة وبعد كده سبقى عفسها بقى ايه تستوي وادخل بقى اشوف انا هعمل ايه في الناحية التانية انا كنت هنا بقى بحمر بطاطس بس ما جبتهاش معاكو عشان حمرت معاكو بطاطس كتير جدا بصراحة فاقلت ايه اه ادخل على طول على الفراخ هنا حطيت شوية زيك طبعا سبتها لما سخنت جدا 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 عشان انا عايزة اه اللون بتاع الفراخ كانه مشو بالزبط يعني انا هديها صدمة اه وبعد كده بقى اهدي النار برحتي عشان تستوي برضو الفراخ من جوة متبقاش نية فانا دلوقت طبعا سبتها سخنت قوي اه هبدأ بقى اجيب كده على الفراخ بتاعتي وهنزل بيها اه على الوش اللي هو اللي احنا فتحناه بالسكينة كده اه واول ما تاخد لون زي ما انتو كده شايفين هبدأ برضو اقلبها على الوش التاني طبعا لازم يكون الزيت سخنة قوي طبعا مش مكترة زيت يعني هو شوية صغيرة كده يعني انا ايه عايزة شويها مش عايزة قليها اه بس كده انا هدي بقى النار وهبدأ بقى انا راكل شوية ايه اقلبها كده وقلبها كده هتستوي وهتبقى جميلة جدا جدا وطعمها اصلا كان حلو قوي شربة من الخلطة كويس جدا فطعمها حلو خلاص كده بقى انا اخذ حاجة بحب قوي ارش رشد زعتر اه بيديها طعم حلوي جدا جدا فبحب في الاخر كاش انا حس بتعمه هنا انا بصف المكارونة مش بقسلها بصفيها بس اه وبعد كده بنزل عليها بالسلسة بتاعت شد احنا عملناها بتقب المنظر ده انا كده خلاص حضرت الغداء بتاعي النهاردة غداء بسيط جدا اه والسهل ما فيش فيه تعب ولا فيه اي حاجة خالص اه وطبعا زمانتوا عارفين انا حمرت البطاطة سهيب الشكل ده طبعا تحفة ومقرمشة جميلة جدا اه وده كان الغداء النهاردة فطبعا دلوقتي خلاص خلصت بقى خشت كده عندي دور غسيل هخشت نشتر دلوقتي معيكم في البلقونة بقى الجميلة اللي احنا عملناها برضو مع بعض اه وفرشناها وكالتحفة عايز اقول لكم جميلة جدا 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 ومبهجة قوي قوي ومريحة جدا في الاعاد بجد راحة نفسية بعيد حلوة قوي قوي اه دلوقت طبعا هبدأ بقى ان انا انشر كده الاناشتر يعني الهدوم بتاعتي انا هنا كان دور بسيط خالص دور كده ملايات فهبدأ ان انا انشره دلوقت طبعا انا غيرت هدومي لان طبعا لا يمكن انا اخرج من المطبخ وافضل بنفس هدومي اللي انا عملت بها الاكل لا يمكن طبعا واكيد كلكو كده فعشان محدش يعني يستغرب ان انا دلوقت مغير هدومي انا اصلا ده طبعا يعني لما بعمل اكل او اي حاجة فيها كمان يعني مية او الكلام ده كله او بصل او الحوارات دي كلها اه لازم لما اخرج من المطبخ اغير الهدوم بتاعتي يعني ممكن اغير في الهدوم كتير اوي بسبب حوار الاكل والكلام ده كله زي ما انتم برده معارسين انا بحب قوي اه انا اشتر كده اخر النهار بيزاد في الصيف السيف بيبقى صعب جدا جدا اه يعني الدخول في الشمس بصراحة بتبقى صعب قوي اه فانا بحب بصراحة نشر كده اخر النهار يا اما بدري فانا بالاخاص طبعا عشان مش بص حبادري فبنشر اخر النهار كده الجو ببقى حلو قوي وهوى كده اه الشمس بتكون بارده لسه تلعى ما بتبقاش يعني غابة خالص بس بتبقى هادية شوية ما بتبقاش حمية قوي زي الدغري او العاصر او الكلام ده كله بصراحة مش بخش خالص البلكونة خالص خالص في الصيف الصبح كده ابدا بتبقى حر قوي هخلص بعد الوقت الدور معاكو اه وبعد كده هنخش نعمل حاجة بقى حلوة للولايات هو كان دور بسيط خالص كان يعني ملايات كده اه زمان دو كده شايفين بصو الشمس كان لسه بتغرب يعني الجو كان حلو جدا اه والبلكونة كان جميلة اوي بصراحة فانا قلت بقى ادخل اعمل حاجة حلوة عشان ندخل بقى نعط في البلكونة تاني لان الجو كان عاجبني اوي طبعا هم هتجننوا على الفشار من ساعة ما ما جبتوا من كارفور وكده وهم عايزين ايه يدوه الاطعامة لها الجبنة والشطة والكلام ده اه اه انا عملت لهم قبل كده اول ما جينا فالنهار ده برضو طلبوا مني اه بس اه بنتي قالت لي ايه ما عجبتهاش لها بالجبنة مش عارفة دي معينة عجبتنا انا جدا اه وبرضو بنتي ملهاش اوي في الشطة فقلت لها خلاص انا حط لي كنت ملحة عايزة وايه واحنا هنحط من اللي هو بالشطة قالت لي خلاص ماشي فكده بس انا دخلت بقى عمل لهم كده فشار هما طبعا هتجننوا على اللي زي ما قلتلكم اه حطت شوية زيت وبعد كده بحط بقى الدرة بفضل اقلب فيها لغاية اول ما تفرقع اروح مغطية على طول الغطة بتاع الحلة واسبها مغطية لغاية لما تبطل صوت الفرقع ده تبقى كده خلاص خلص كله او يعني ايه الفشار معنا كله ترقع جبت بقى طبق كبير عشان طبعا اه اه نزل في كمية كلها اه هحط لها بقى الاول هي الطبق كده مع نفسها بقى بملح بس بس انا شخصيا عجبني جدا جدا الهو بشطة كان حلوة اوي بصراحة يعني انا مش عارفة ازاي ما عجبها الشيء اوي اه هي حتى كتوقفة جنبي اهي وعمالة بقى ايه تزبط الطبق بتاعها هحط لها بقى شوية ملح بس كده صغيرين وخلاصية مش عايزة يعني بتاع طبعا ما كانشين فهو حط ملح وانا بحمر للدرة او انا يعني بسوي الدرة لان الاطعمة زي حدقة محدش هو بيعملها يحط ملح خالص نهائي هي يعني الطعم بتاعها بيبقى ايه كامل متكامل يعني طعم وملح وكل حاجة هنا بقى هجيب الطعم اللي هو بص ده بالشطة بيبقى احمر كده شوية طعمه بجد طحفة عجبني جدا اه وده بالجبنة الجبنة فعلا ما عجبنيش اوي يعني مش اوي اه لكن الشطة حلو اوي اوي بصراحة شطة ولمون واللمون بقى مزز كده فعلا فيها اه يعني حلو اوي طبعا بقى هرش الكمية بقى اللي انا عايزة حطها اه وبعد كده هقلبه كده بنفس الترازة ما انتم كده شايفين واحطه في طبق تاني وبكده خلاص انا خلصت معكم النهاردة الفيديو يا رب يكون بقى كده فيديو خفيف وعجبكم ما حبيتش ان انا اعمل فيه امسح ولا اكنس ولا الكلام ده كل انا عملت معكم الكلام ده كتير اوي اه فحبيتش انا اعمل فيديو كده خفيف بسيط اه يا رب كده يعجبكم واتنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة واقول لكم باي باي ومع السلامة وانتظروني ان شاء الله في فيديو جديد باي باي